نهاردة كان فيه صورة حلوة في الملعب بين لعيب الزمالك ولعيب النادي الأهلي لعيب الاهلي ولعيب الزمالك صورة حلوة بعيد عن الخلفية واللي حصل كله في الأيام اللي فاتت لعيبة نزلة النهاردة وواضح أنه إحنا نزلين لمشيل مسؤولية لأزمة ولا مشكلة ولا أخناء في بعض المناوشات البسيطة جداً في أرض الملعب أثناء المباراة عشان أتكلم عن اللي حصل بعض المباراة بس أثناء المباراة فيش أزمة ده فيه لقطة في أول المباراة بين إمام عشور وحمزة المسلوسي عاد تتحك من كتر حلوتها ابتسامت ابتسامة عريضة بص إمام عشور وحمزة المسلوسي تقريبا حضروا بعض في اللقطة اللي هتشوفها دي تلات مرات بص إمام دخل جامد في حمزة وقعوا بره والاتنين خبطوا في بعض بص وإحنا عاديين حضن يلا لس حضن تاني فاهم؟ اللي هو إحنا مع بعض إحنا هنعمل في ديئة كان في ديئة ثلاثة إحنا الحالة النهاردة مش هنتخانق مش هنعمل أزم مش نعمل مشكلة إحنا مصريين إحنا مسؤولين إحنا سفراء لبلدنا إحنا هنخلي العالم العربي كله يقول هم دول الأهل والزمالك أكبر ناديين في الوطن العربي ناديين محترمين نفتخر جميعا بيهم نموذج من لعبة الأهل والزمالك النهاردة ما إحنا بننتقد كثيرا ونهاجم كثيرا بس كلهم النهاردة كانوا مسؤولين الأجهزة الفنية مسؤولة وأتصور اللي عمل الشكل الحلو ده النهاردة إدارات الناديين وأكيد نبهه على اللعابين والأجهزة الفنية لو سمحتم عايزين المباراة تخرج بشكل مثالي من حيث الروح الرياضية فالنهاردة قدمونا شكل مثالي في الروح الرياضية قدمونا شكل مثالي في الأمور الفنية كل حاجة النهاردة في المباراة كانت عظيمة